اللي لفت انتباهي إنك ذكرت عدم كفاية المسيح وهاي الحرب الشعواء اللي خضتها الكنيسة من قديم الأيام حتى يومنا هذا إنه كل الهجوم هو على كفاية المسيح الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه مرض المطلق خلاص هو الإعلان الكامل هو الإعلان النهائي هو الكفار الكاملي هو الكافي الكافي والوافي والشافي ده كلام وافي أسيس فإذن لما بحاول يهدم بعدم كفاية المسيح فإذن لابد أن يأتي أنبياء بعد المسيح طبعاً وبرسائل بعد المسيح ومع احترامة للكل يعني فإنت بترجع بتنزل يعني كأنك عاوز تنزل المسيحي إلى درجة الجسد أو المادية يعني مسيح بدون يعني المسيح وكان كل الحرب هو إقناع أنه لا المسيح اتخذ جسد وإحنا شفنا الذي رأينا لمسنا شاهدنا عيننا يعني بأكد وأنه آخر جاء وشفنا مجده هذا شخص يعني متجسد المجد اللي كان في العهد القديم عم نشوفه من خلال شخص وأنه فعلاً مات على الصليب فعلاً فعلاً مات وأكيد وأنه فعلاً دفن وأنه فعلاً قام والدليل أنه ظهر للتلاميذ إلى آخره بالجسد قيامته بالجسد ومع كل هذا بحاولوا أنه يعني ينس في الإيمان المسيحي بالتقليل عن أهمية الكفاية لن يكف الشيطان على محاربة هذا الإيمان إلى أن يطرح هو وأتبعه في بحيرة النار لن يكف فإذا الموضوع خطير جداً ونحن لن نكف على المنادى بألوهية المسيح وتجسده لأجل خلاصنا وموته الكفاري اللي محها كل خطيانة وكفاية موته على الصليب وقيامته كبرهان لكمال الكفارة وبرهان الألوية ووجوده الآن في المجد في يمين العظمة واستمرارية عمله إلى الآن وبنرى عمله في ملايين النفوس التي تتغير بسبب الإيمان فإذا الغنصية هي بدعة خطيرة جداً لأنه بتحلل الكذب نعم وبتقلل من أهمية يسوع المسيح نعم وبتنشر الضلال نعم وفي نفس الوقت تبيح كل الإباحيات الجنس والقتل والعنف وكل ما علموا المسيح يعني بيحاول يكون ضد المسيح في أي معلومات أخرى ولأنهم بيقولوا أن المادة شر والجسد شر فما فيش مانع أنك تهلكه في الزنا وفي الحروب وفي القتل العنف والقتل ولو موت مقتول ده حلو ده هتروح الأبدية السعيدة لأنه بينظر إلى الجسد بينظر إلى المادة بعتبره شر ده تعليم شيطاني غنوسي هذا الجسد خلق الله الله الحي الحقيق الكدوس يعني أنا بفكر في الآية التي تقول فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله يعني مخصصة لالله فهذا الجسد كمان مخصص مكرس لرب اشتركوا في القناة